بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والعلماء العجلة نرحبكم ترحيبا حارا إلى ما هذه الدعوة للدراسة القرآنية وكتابنا اليوم ودرسنا اليوم حول الكتاب الأركان الأربعة الذي كتبه العلامة الشيخ سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسن الدوي رحمه الله وفي هذا الكتاب القيم تلقينا قيمته وصالبه العلمية الدقيقة النفيسة وأما يتحدث هذا الكتاب وعلينا أن نتساءل أنفسنا هذه الأمور الأربعة وأنامي الأربعة التي تم التاسيم به أن إرساء الحجر الأساسي لشريعة الإسلام الغرة وهذه البنيان الأساسي الصلاة والزكاة والصوم والحج وهذا الكتاب وهذا الكتاب يعالج معالجة دقيقة علمية في ضوء الكتاب وصنة مقارنة مع الديانة الأخرى يعني هذا الكتاب يتحدث بالضبط بالدقيقة بالفعل أن فلاسفة الصلاة والزكاة والصوم والحج مقارنة مع الديانة الأخرى وهذه الفرصة الثمينة القيمة وعلينا أن ننتهز بها فلنفضل إلى لقم صفحات عامل عشر كنا نحن نتحدث أن الباب الأول الصلاة وكنا ناقشنا ما هي الحاجة لفهم الصلاة التي تقوم بين العبد والرب ما هو هدف الإنسان الإنسان مخلوق الغامض المتناقض وهذه العنامين كلها كنا درسنا في الجلسات الأخيرة الماضية المونصريما الم quedاؤ الثمينة الله الشيء العمر الله الح mill السيخ الن 5 حج إذن يتحدث بالمثال السابق المثال العفل منطقة العفل النظام العفل السابق العفل السابق العفل اشتركوا في القناة 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 الثانية المترجم للقناة 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 المترجم للقناة